السلام عليكم أصدقائي الأعزاء ومرحبا بكم في قناة اندرويد تي في بالعربي اليوم في هذا الدرس سوف نتطرق الى اجمع من التطبيقات الأساسية والتي ضروري ان تكون في اي جهاز فور شراء اي جهاز اندرويد تي في او تي في بوكس الذي يعمل بنظام اندرويد يجب ان تكون هذه التطبيقات منزلة على اجهزتكم لانها مفيدة جدا وسوف تحتاجونها في يوم ما اول تطبيق سوف نتطرق الى اخوتي وهو تطبيق يدعى اكسبلور هذا التطبيق اخوتي يمكنكم من الوصول الى الملفات التي توجد بذكرة تخزين الجهاز سوف ندخل الى التطبيق اخوتي وسوف نرى هذه هي وجهة التطبيق اخوتي كما ترون هنا نجد جميع الملفات المتعلقة بالسعة التخزينية المشركة الداخلية للجهاز هنا سوف نجد جميع الملفات الموجودة على الجهاز مما في ذلك مجلد التحميل او ما يدعى بالدونلود هنا اصدقائي سوف نجد الملفات التي ارسلناها او شاركناها عن طريق البلوتوث او عن طريق تطبيقات الارسال الفوري للملفات كما ترون هنا انا ارسلت عديد من التطبيقات وسوف اجدها هنا في هذا المجلد كما يمكننا ان نحذف الملفات التي لا نريد ان نحتفظ بها وذلك لربح مساحة التخزين وسوف نقوم بحذف جميع هذه الملفات التي انا كنت بتنزيلها من قبل يكفي فقط ان نعلم على جميع الملفات التي نريد ان نحذفها وبعدها سوف نذهب الى خيار الحدف ثم نقوم بالحذف موافق ثم ستحدف جميع هذه الملفات هذا كان التطبيق الاول اخوتي سوف نذهب لنتصفح التطبيق الثاني التطبيق الثاني وهو تطبيق send files to tv كما هو في العنوان هذا التطبيق اخوتي يمكنكم من ارسال واستقبال الملفات عبر الهاتف يكفي فقط ان تنزلوا التطبيق على هاتفكم وعلى شاشة التلفاز هذه هي وجهة التطبيق سهلة وبسيطة اخوتي في الخيار اول send يعني ان ترسل من جهاز التلفاز الى جهاز اخر والخيار الثاني هو receive يعني استقبال من جهاز اخر الى تلفاز فمثلا اذا اردتم تنزيل تطبيق او ارسال صور او فيديوهات او اي شيء اي ملف تذهبون الى هذا الخيار وتقومون برسيف وبعدها تذهبون الى جهاز العاتف او الجهاز الاخر الذي يمكنكم من ارسال هذه الملفات بعد تنزيله تقومون بخيار الفيديوهات ومشاركتها عن طريق تطبيق send file to tv المثبت في الجهاز الاخر وبعدها ترسلون الملفات الى هذا سوف تجدون جهاز التلفاز عن طريق البحث التطبيق وبعدها ترسلون الملفات وتجدونها بالتطبيق الاول الذي ذكرناه الذي يدعى explore هذا بالنسبة للتطبيق الثاني نمر الى تطبيق الثالث اخوتي هذا تطبيق يدعى tv pro هذا التطبيق هو عبارة عن متصفح الانترنت بالنسبة للتلفاز هو اجهزة tv box كما ترون هذا التطبيق سهل استعمال الصفحة كما تظهر الان تظهر لنا اختصارات بعد مواقع معروفة مثلا نذهب الى اليوتيوب تطبيق رائع جدا وسريع كما ترون تظهر معنا موقع اليوتيوب بسرعة والجميل في هذا التطبيق انه يدعم منع الاعلانات المزعجة يعني اذا كنتم من متابعين افلام او مسلسلات تريدون البحث عنها في موقع مثلا اي جي باست او موقع اكوام او فوشار فقط تتخطون الاعلانات المجعزة عن طريق هذا المتصفح فقط تذهب الى الخانة التي توجد بالاسفل كما ترون كما ترون اخوتي هنا سوف تجدون زر Adds On فقط تقوم الملابئة وهذا المتصفح سوف يمنع جميع الاعلانات المزعجة التي تظهر في مواقع مثل اي جي باست ومواقع لمشاهدة الاهلام والمسلسلات وغيرها هذا كان التطبيق الثالث اخوتي سوف نقوم بالرجوع لنرى التطبيقين التي نرى تبقي تبقى لنا هذا التطبيق وهو هناك تطبيقات هناك تطبيقات اخرى فقط يجب تنزيل هذا التطبيق سيجدون جميع التطبيقات وسيسهل عليكم الوصول اليها كما ترون هناك تطبيقات التي قد قمت على جهازي او المنزلة مسبقا تجدون جميع التطبيقات هنا والتطبيق الاخير اخوتي يدعى رام كلينر هذا التطبيق يمكنكم من تسريع جهازكم تيفي بوكس او الاندروي تيفي كما تعلمون عندما نقوم بفتح عديد من التطبيقات بعد التطبيقات تبقى تعمل في الخلفية مع اننا لا نستعملها في الوقت الحالي لكنها تقوم بالعمل في الخلفية وهذا ما يشكل بطء الجهاز لذا هذا تطبيق رام كلينر يساعدكم على إقفال هذه التطبيقات التي تعمل في الخلفية وكذلك تسريع الرام كما ترون يبقى فقط الذهاب الى خيار ملتي باستر نقوم باك بعدها سوف تذهب الى تفضيلات الجهاز ثم نذهب الى التطبيقات ثم نذهب الى وصول خاص الى التطبيقات ثم ثم تطبيق نقوم بعمل 67% من المساحة إذا يجب ان نقوم بعمل مسح حتى يتسنى لنا ان نقفل التطبيقات التي تشتغل في ورعة الخلفية وبعدها اخوتي سوف يقوم التطبيق باقفل جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية وكذلك لتسريع الجهاز وعدم وكذلك تعديل العديد من الأمور التي تساعدكم في تصفح الجهاز بكل سرعة هذا مكان أصدقائي في هذا الفيديو أجمل أن تكون قد أعجبتكم هذه التطبيقات سوف أترك لكم اسم هذه التطبيقات في وصف هذا الفيديو وكذلك هذه التطبيقات كلها موجودة في المنجر البلاي ستور يكفي فقط القيام بالبحث عن اسم كل التطبيق وبعدها تستطيعون أن تنزيلونه فورا على جهازكم أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو لا تفكروا عنه بزر لايك وتعليق أي استفسار أو سؤال عندكم وبالنسبة للناس التي لم تشترك في القناة أرجو اشترك في القناة وتحقيق جرس لصلكم كل جديد ونتقي إن شاء الله في حققتين جديدة نمتم بخير